النقص الواضح في أعداد الطيارين يدفع مصانع لابتكار طائرات تجارية ذاتية القيادة هذا ما كشفته شركة ميرلين لابس التي تتخذ من بوستن مقراً لها عقب ابتكار روبوت للتحكم في خمس طائرات أنجح في الطائران بهم لأكثر من ثمانمائة ساعة وافق بيان للشركة فإن أتمتة قمرة القيادة ستمكن الطائرة من اتباع مسار مبرمج تلقائياً من الإقلاع إلى الهبوط وسيكون النظام الجديد قادراً على فهم التعليمات اللاسلكية من مراقب الحركة الجوية وتؤكد شركة ميرلين لابس أن روبوت القمرة سيكون متاحاً تجارياً للتحكم في أنواع مختلفة من الطائرات إذ من المقرر أن يتم تطبيقه على خمس وخمسين طائرة من ذات المحركين اتجاه يراه رجال أعمال مجالاً خصباً للاستثمار فمن المقرر أن تبدأ شركة ميرلين لابس في صناعة طائرات كبيرة عقب فوزها بعقد تمويل وزارة الدفاع الأمريكية بقيمة مائة وخمسة ملايين دولار وارى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعود النقص الواضح في الطيارين خصوصاً أن دراسات سابقة أشارت إلى أن ثمانية وثلاثين في المائة من الطيارين التجاريين على مستوى العالم تخطوا سن الخمسين في عام الفين وعشرين ناهيك عن استقالات تقدمت بها أطقم الملاحة الجوية نتيجة توقف الرحلات خلال فترة تفشي كورونا ترجمة نانسي قنقر